مهرجان البزبوسة بتعمه ريحة زمان عارفيني انتو البزبوسة بتاعت امهاتنا زمان هي دي عايزة اقول لكم بقى الناس كلها بتحب البزبوسة بتاعت الشارع انا بحب البزبوسة بتاعت امي وجدتي زمان هي دي اللي معمولة بسمنة بلدي اللي معمولة بحب وطيبة اللي ريحتها وطعمها طحفة انا ما بتغرج بشكل البزبوسة اللي برا قد ما بحب طعم البزبوسة المقادير اللي انا هعملها دي مقادير كيلو دقيقة بسبوسة عشان هعمل صنيتين كبار طيب كيلو دقيقة البسبوسة هنحط عليه ايه هنحط كباية كبيرة من السمنة البلدي البقري انا عندي سمنة بقري وجاموسي فانا بحب اعمل الحلويات بالبقري تمام فهاخد ربع كيلو من السمنة اسياحه في المايكرويف وحطه في بولا وعندي هنا عسل الكولوكوس ده بيباع عند اي عطار اللي انتو شفتوني بحط منه حطيت منه معلقتين كبار يعني حطيت ربع كيلو سمنة متسياحة في المايكرويف وحطيت عليها معلقتين عسل كولوكوس من عند العطار وهحط قلبتين زبادي قلبتين زبادي مش هكتر هقلب بالمضرب بقى الزبادي والعسل الكولوكوس معلقتين العسل الكولوكوس وهقلب السمنة كويس جدا زي ما انتو شايفين هقلبهم كويس جدا وهنزل بقى كباية حليب بالاشطة بتاعتهم وهقلب كباية الحليب يبقى كباية حليب وقلبتين زبادي وربع كيلو سمنة متسيحة ومع لقتين عسل كولوكوز من عند العطار البرطمان بيتباع ده بيبقى أساس البزبوسة أصلاً وهنزل بكيلو دقيق بزبوسة من عند العطار وهتقلبيهم في بعض الحد ما يبقوا وعاجين كده واحد وهتقلب البزبوسة كتير أول لما تحسين هم الخليط اتعجن مع الديق كويس خلاص كفاية هجيب صنية ألمونيا يكون الظهر بتاعها قصير زي ما انتو شايفين كده دهناها سمنة وهحط نص الخليط بتاعي أو نص العجينة بتاعة البزبوسة لأن انا هحط على صنيتين انا بحط في الصنية نص كيلو زيق بزبوسة زي ما انتو شايفين كده هقعد أسويها من فوق الوش وهقعد أخبط عليها على القطاع الخشب زي ما انتو شايفين لازم نسويها كويس جداً دي أهم حاجة وتفتحي كده فتحات بالمعلقة تشوفي السمك واحد ولا لا تغلت الفرن على درجة حرارة 180 وطبعاً الصنية دي هتتحط في النص هتشغلي الفرن الفرن من تحت قوية تشغلي الشوية على درجة حرارة 180 وحط الصنية في النص هتلاقي الصنية تحمرت معاك من فوق ومن تحت زي بعض كان عندي شوية لوز مؤشر كده هحطه من فوق الوش صار انت قشرت اللوز ازاي سهل جداً بتجيب شوية مية مغلية بترمي اللوز في المية المغلية المدة دقيقة تمام وبعد كده بتصفي اللوز من المية هتشيل القشرة بتاعته بكل سهولة بعد كده بحطه فوق الحلويات بيبقى زي الفل هدخلها ونجي نعمل السيرب مع بعض او الشرباء هجيب بقى لبانة وحط فيها نصف كيلو سكر وحط الباقي من العسل الكولوكوز نحطه على السكر على طول هحط معلقتين كبار من العسل الكولوكوز هو ده اللي بيزبط معاك البسبوسة وبيخليها طرية وجميلة كده معاك هحطهم وهجيب برضو لمون ونحط هحط عصرة لمونة وحط كيس فانيليا وحطهم على النار وحط كبات مية عليهم وحط كبات مية على الشرباط وحطهم على النار يبقوا متوسطين كده مش عسل تقيل بسبوسة بقى طلحت سخنة من الفرن وهحط الشرباط او السيرب سخن كده شايفين الشرباط مش تقيل الشرباط وسط ولا هو خفيف مية ولا هو تقيل الشرباط لازم يكون وسط عشان تطلع معاك مزبوطة زي ما انتو شايفين يلا بقى نقطع البسبوسة ونطلع كده في الطبق ونشم بقى ريحة السمنة البلدي كده حايز اقول لكم البسبوسة طرية ومرملة جدا وحايز اقول لكم حارفين انتو بتاعت امهاتنا زمان دي اللي بتتعامل في الشتاء هي دي سيبكوا بقى من بتاعة المحلات بتبقى معمولة بسمنة مهدرجة واللي يقولك معمولة بسمنة بلدي يبقى بيجذب عليك مفيش محل هيروح يجيب لك كيلو سمنة بلدي بمئتين جنيه ولا بمئتين وعشرة عشان هيعملك بها بسبوس فيش الكلام تمام قومي انت بقى هاتي معلقة سمنة بلدي كده ولا حبت سمنة بلدي وعملي بقى احلى بسبوسة في الدنيا وهنجيب مش هنجيب لا كياس ولا علب هي معمولة من عند العطار عشان الناس اللي بتاعت تقولي النوع ومش النوع لا جبنا كيلو سايب كده طحفة